أعوذ بالله من الشيطان الوديم فإذا سلخل شر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مغصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منف ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهوا عليكم لا يوحظوا فيكم إلا ولا ذنب يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يوحظون في مؤمن إلا ولا ذنب وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة القفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوا كموا أول مرة أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشون إن كنتمين قاتلوهم يعذبهم الله لأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبة أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والذين آمنوا وهاجا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشون ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مطيم خالدين فيها أبدا إن الله عندهم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصه حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغنعاكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم لغب بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لا آخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواه ضاؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوف كون اتقذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه ويا بالله ويا بالله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ليظهره وعلى الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم